بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول درس من سلسلة الدروس التعليمية لتعليم السيف بروجرام والمعروف ان السيف بروجرام هو من اشهر واقوى البرامج اللي بتعمل اناليسيز و ديزاين للارسي فلورز بكل انواع ان شاء الله هنبدأ النهاردة how to import AutoCAD 5 to save ازاي ابعت فلور من AutoCAD للسيف و ده طبعا احد الطرق اللي ابعت بيها الملف للسيف بروجرام طبعا فيه طرق عديدة بس احنا النهاردة هنركز على موضوع ازاي اعمل import AutoCAD file to save اول حاجة بفتح برنامج AutoCAD في خطوة مهمة جدا 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 ان انا لازم ازبط اليونت بتاعة الرسم في AutoCAD على النظام المترك زي ما انتوا شايفين اول ما فتحت AutoCAD بيظهر للstart up dialog box ده وفيه بقدر اختار وحدات الرسم اما الimperial بالfeet والانشيز او بالنظام المترك ازاي بقدر اظهر الstart up dialog box للي ما اعرفش طبعا سامحوني ان الجهاز بطيء شوية بدخل في tools options باختار system وبعدين من choice هنا في الstart up باختار show startup dialog box بدوس apply وبعدين بدوس اوكي وبكده في اي وقت افتح AutoCAD لازم بيظهرلي في البداية الstart update box اللي منه باختار وحدات الرسم بالنظام المترك هنشتغل ان شاء الله النهاردة كده على floor توابرة عن فيلا سكنية بتتنفذ هنا في منطقة مكة المقرمة file open ولياكن احنا هناخد السقف بتاع البدرون بتاع الفيلا دي عشان نبتدي نجهز AutoCAD drawing وابعته على save program انا هاختار ولياكن الفرور ده اقوله copy with base point ولياكن من هنا وبعدين هروح هنا اعمل new drawing بزبط على metric وبعدين بعمل هنا paste في اي مكان مهمي جدا بعد ما بنقل drawing اللي اسمة جديدة ان انا drawing ده احطه في origin في 000 طيب انا شايف ان ابعد نقطة عندي في الفلور ده هو اتقطع الخط ده مع الخط ده فهنيجي هنا نرسم خطوط مساعدة line عليكم هنا كده وباخد من هنا وبعدين باخد الفلور وعمل له move من النقطة ده واقول له الدهولي على origin في 00 راح الفلور بس مش باين بعمل zoom all هلاقي الفلور جادي في 00 طبعا في هنا layers انا مش محتاجها بقفلها layer off دي مش محتاجها ونقفل layer dimensions و layer axis لسلاف منش يمس جزخوا كثير من خطوط اخر ترجمة نقصية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة